موسيقى جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة تضحبكم فيها غفران العكرمي ونبدأها بالعنوي تونس تحيي الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على متحف باردو ورئيس الجمهورية يلتقي عدداً من السياح بالمواقع الأثرية بقرطاش المجلس الوطني لجمعية القضاة يقرر وضراباً عاماً في القطاع بثلاثة أيام ويؤكد تصديه للمبادرة التشراعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء مطار أورلي يتعرض لعملية يطلق نار وإدارة الطيران المدني الفرنسي تخلي ثلاثة آلاف مسافر وتعلق جميع الرحلات موسيقى 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 مساء الخير وأهلا بكم في إطار الذكرى الثانية لهجوم باردو والإرهابي تم تنظيم تظاهرة بالمتحف من قبل المجتمع المدني مع إضاءة الشموع ترحماً على أرواح الضحايا وفي ذات السياق أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى المواقع الأثرية بقرطاش حيث والتقى عدداً من السياح عدم النسيان هو الغاية من وقفة الإجلال اليوم في متحف باردو بعد سنتين على الهجوم الإرهابي الذي خلف هؤلاء الضحايا أجانب وتونسيون فرنسيون وتونسيون متحدون بكل حزم ضد الإرهاب وللحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا في ربط مباشر الناشط السياسي ومنسق الائتلاف الموطني سمود حسام الحامي مساء الخير وأهلا بك بداية ما هي التظاهرة التي تم تنظيمها في إطار الذكرة الثانية لهجوم باردو الإرهابي والله بالنسبة للتظاهرة هذه حبينا تكون تظاهرة ترحم على أرواح الشهداء وخشوع فاستدعينا السفراء البلدان اللي سقطت منهم ضحايا في الهجوم الإرهابي هذي الغادر وقمنا طلبنا من المواطنين بش يجيبوا الشموع ويجيبوا الورود بش نقولوا للتوانسة الكل ونقولوا حتى للعالم وإحنا استدعينا حتى الصحافة العالمية بش نقولوا للعالم رأي تونس هي بلاد انتع تحابب انتع سلم وأنه الإرهاب هذا هو معناها يمس بلدان العالم الكل اليوم والإرهاب عالمي واللي ما نحبوش بلادنا تقعد عندها كصورة هي معناها كبلاد تصدر في الإرهاب إلى خيرها طيب سيد حسام يعني بعد مرور عامين هل مزالت تابعات هذا الهجوم الإرهابي الجبان تلاحق تونس؟ والله بالنسبة للهجوم هذي الناس كل تعرف الصدمة اللي كليتها تونس من ناحية السياحة ومن ناحية الاستثمارات ومعناها التقهقر اللي صار بالنسبة للاقتصاد التونسي جراء العملية هذه والجراء العملية اللي بعدها جات في سوسا واحنا اليوم بالتظاهر هذه نحبه وكأنه نقوله أنه بعد ما مره عامين على هالهجومين هذوما تونس تستعيد بشوية بشوية صحتها ونشوفه أن الأمن في تونس قعد مستقر ونشوفه أنه السياحة بشوية قعد ترجع على ذكر السياحة دول عديدة منها فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية كما نعلم لكن خسائر القطاع السياحي لم تكن بالحجم أو بحجم الضرر الذي أصاب السياحة التونسية رأيكم؟ رأينا أنه أنه إحنا بلاد ساعة سياحة معناها بالنسبة للدخل الناتج الوطني الخام كبير معناها عنده دخل كبير وتخدم في عدد كبير من التوانسة هذه من ناحية من ناحية أخرى أنه بلادنا اليوم معناها أكبر بلاد فيها معناها إرهابيين مشاوا يحاربوا في بؤر التوتر والتصوير عنها كانت على 2012-2013 معناها بعد حكم الترويكا وكأنه كانت مجنة تونس في وقت من ما فما الناس مولت وناس سفرت وناس وقفت وراء أنه الإرهابيين هذوما يتكاثروا في بلادنا فالصورة هذه هي اللي يمكن ظلتنا أكثر واقتصادنا معناها مشكلة من نجموش نقارنه باقتصاد البلدين الأخرى اللي هي فيها أكثر تنوع فكانت الحق يعني كانت الشوك كبير بالنسبة لتونس ولكن اليوم احنا ديما نحبه نمشيه في الإيجابي هنا ربما يطرح دور المجتمع المدني نعم هنا يطرح دور المجتمع المدني في محاربة الإرهاب كيف يتجل ذلك ننظر المستقبل بأكثر تفضل سيد بالنسبة للوقفة هذه هي وقفة معناها هي عملية بسيطة قمنا بها وبش نقوله معناها كما قلت لك للعالم كلنا نوطونس بلاد معناها سلم ولكن في الواقع الإرهاب يلزم يصير اجتثاثه من الجذور وهذا علاش المجتمع المدني عنده دور كبير بالنسبة للثقافة اللي يجبنا تنتشر أكثر في الجهات بالنسبة للتدريس وحنا تعرف المجتمع المدني كان عنده ديما دور في معناها البرامج في اقتراحات أنه البرامج انتعنا تحمل أكثر قيم انتع انفتاح تحمل أكثر قيم أنه نشوفوا أنه البلدان لخرى راهم بلدان كيفنا وما فماشك الانغلاق إلى أخيري ودور هذا احنا الحق في سمود وبنسبة زادة الجماعية تسويس وتروريزم ماناش بش نقفوا فقط على هل الوقفة هذه واللي قمنا بها قبل ولكن بش نمشيوا أيضا في تصورات وفي اقتراحات بالنسبة للجانب الثقافي وبنسبة للجانب التربوي بش يصير الاجتثاث انتع الإرهاب هذا من الجذور انتعوا وبتبيعة فهم الجانب السياسي هذك اللي يقوموا به هنا نتمنى السياسيين يقوموا به لأنه سياسيين اليوم يلزم يصير الكشف ليقف وراء الشبكات هذه نظرا لذيق الوقت ذن الناشط السياسي ومنسق الائتلاف الموطني صمود حسام الحامي شكرا جزيلا لك اليوم الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على متحف باردو الذي يعد أولى عملية إرهابية بالعاصمة حيث أودى بحياة واحد وعشرين سائحا أجنبيا إلى جانب الشهيد أيمن نامرجان من فرقة مكافحة الإرهاب منتصف النهر وست وثلاثون دقيقة يوم الثامن عشر من مارس سنة الفين وخمس عشر لحظة توقف لها المعتد حين سمع إطلاق نار كثيفا في محيط متحف باردو بالعاصمة والذي يضم أيضا مبنى مجلس نواب الشعب ليتبين فيما بعد أنه هجوم إرهابي نفذه مسلحات استهدف أحد أهم المنشآت السياحية بالعاصمة شهود عيا أكدوا أن المهاجمين كان شابان فيزي مدني أشار سلاحيهما وبدأ في إطلاق النار عشوائيا وبكثافة لاستهداف السياح المجتمعين أمام المتحف ثم اقتحم المبنى لملاحقة بقية السياح المحتجزين داخله وبعد بدء الوجوم بحوالي ساعة ونصف تصل الوحدة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب وعقب تبادل الكثيف لإطلاق النار تمكنوا من القضاء على الإرهابيين ياسين العبيد وجابر الخشنوي لتعلن وزارة الداخلية بعد ذلك انتهاء العملية الأمنية بمتحف باردو وتحرير كل السياح المحتجزين هناك إلى أن تونس أنذاك وقفت لهول الصدمة حين أصفرت العملية الإرهابية عن مقتل واحد وعشر سائحا من جنسية مختلفة وعون أمن من فرقة مكافحة الإرهاب وبعد أيام نظمت مسيرة حاشدة أمام متحف باردو شارك فيها عدد من زعماء العالم بالتوازي مع مسيرة أخرى نظمها المواطنون والمجتمع المدني وتعالت الأصوات المدينة للعدوان الهامجي الذي تبنه ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي وتخليدا لذكرى الضحايا تمت إقامة نصب تذكري يحتوي جميع أسمائهم أمام المتحف الهجوم الإرهابي بمتحف باردو هو الأول من نوعه الذي يستهدف العاصمة التونسية وإن كانت له نعكاسات مدمرة على السياحة فإن العديد من النجاحات الأمنية التي تلت ساهمت في دحر الإرهاب وأكدت أن تونس ستظل منيعة ضد هذه الأفا إذن جولتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها اختتام فعاليات تظاهرة اسفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 وتسليم مشعل التظاهر من اسفاقس إلى الأقصر المصرية أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي لشغل رفضه قرار تعليق الدروس المقرر بداية من يوم 27 من مارس الجاري وأكد اتحاد الشغل في بيان له أنه يعاول على كافة الهيكل النقابية للتعليم الثانوي وكل المدرسين لمواصلة العمل على أن يتواصل التشاور بين هيكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية المصالحة الوطنية شرط أساسي للخروج من الوضع الحالي وبناء تونس الجديدة هذا ما أعلنه الأمن العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق خلال ندوة صحفية نظمها اليوم تحت عنوان المصالحة الوطنية الشاملة كما دع مرزوق إلى تأسيس هيئة عليا للمصالحة الوطنية إن شاء الله في قريب العازل في البرلمان تتقدم مبادرة نحن مستعدين بالمصالحة عليها وندعو كافة الأحزاب أنها تكون تاخذ التزامات حتى نستطيع العمل بشكل منظم سنؤسس هيئة وطنية عليا للمصالحة الوطنية هي مشكلة مش رسمية طبعا هذه مش تابعة الدولة مش موجودة في الحكيمة الانتقالية للدستور لكنها مش تكون مشكلة من شخصيات حزبية وشخصيات وطنية قرر المجلس الوطني لجمعية القضاء تحركات احتجاجية تصعيدية من بينها الاضرب العام في القطاع وذلك احتجاجا على وضعية القضاء وظروف عملهم بالمحاكم ومسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء هذا وجددت الجمعية رفضها المبادرة التشرعية لتنقيح قانون المجلس بعد مجلس وطني ترأ جمعية القضاء تقرر الدخول في ضرب عام بكافة المحاكم لثلاثة أيام بداية من السبع والعشرين من شهر مارس الجاري احتجاجا على ظروف العمل بالمحاكم وترد الوضع المادي للقضاء فضلا عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم شروعه في مناقشة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء ما حدثش من بعد الثورة أنه سبع شرم اللي تتحكي الحكومة فانطنية ما تتحاورش مع القضاء تماما وتتجاهل تتجاهل حقهم في أنهم يبلغوا مشغلهم اليوم الوضع الطبيعي في عمل هيكل أنه يوقع اتخاذ قرارات في مواصلة التحركات من أجل وضع الملفات المتعلقة بالوضع المادي للقضاء وتدهور وضع القضاء العام وظروف العمل بالمحاكم وخلال مدولاتهم اتهم القضاء الحكومة بالتنكر للمبادرة التوافقية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وذلك ردا على الوعود التي أطلقها الشاهد أمام مجلس نواب الشعب بالتخلي عن المبادرة التشريعية في حال توصل القضاء لاتفاق فيما بينهما كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاء على العمل على إسقاط تلك المبادرة ما صرح به سيد رئيس الحكومة هو حج عليه ليس حج له باعتبار أن التوافق اللي يدعو له داخل الوسط القضاء هذا يتوافق يحصل الكلام اللي قالوا قدام مجلس نواب الشعب ما يعكسش معناها الحقيقة ويأكد مرة أخرى أن الحكومة هي المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة هذه المبادرة سنسعى إلى إسقاطها وإلى عدم تمريرها سواء من داخل المجلس نواب الشعب أو من خارجه بينما تصعد جمعية القضاء من احتجاجاتها ضد ظروف العمل بالمحاكم ومصار تركيز المجلس الأعلى للقضاء قد يعرض مشروع تنقيح القانون محل النزاع في غضون الأيام القليلة القادمة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب باعتبار الطلب الحكومية باستعجال النظر فيه خصص المجلس الوزري الذي انعقد اليوم برئاسة الحكومة بالقصبة للنظر في الإجراءات الكفيلة بتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص القانونية التي صادقت عليها الحكومة وتسخير الإمكانيات الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية المقبلة أعلن وزير العدل غازي جريبي أنه تقرر خلال المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم برئاسة الحكومة انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و60 قاض جديد بالمحكمة الإدارية خلال نفس السنة فضلا عن انتداب 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018 كما تقرر تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى عام 2017 هذا وقرر المجلس أنه سيتم تطبيق شرط الحصول على شهادة الماجستير في مناظرة الملحقين القضائيين على الطلبة الجدد ابتداء من السنة الجامعية القادمة على الطلبة الجدد الذين سوف يرسلون بالسنة الأولى حقوق ابتداء من السنة الجامعية القادمة أي السنة الجامعية 2017 و2018 دون سواء أي أنه لن ينطبق على الطلبة المرسلين حاليا لمؤسسات التعليم الجامعية هذا وتقرر أحداث لجنة المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع من مستوى التكوين والمستوى العلمي لطلبة الحقوق أكد وزير الداخلية الهدي مجدوب على هامش تدشين مركز للشرطة بمدينة قربس بنابل أكد حرص الوزارة على بذل جهود إضافية لتحسين البنية التحتية بمراكز الأمن وتوفير التجهيزات الضرورية وذلك بهدف ضمان حسن سير عمل الأمنيين كما نفى مجدوب ما راجى من أخبار بخصوص قيام شركة إسرائيلية خاصة بتدريب الأمنيين التونسيين على الأقل الوقت الذي يبدأوا أعوانا عندهم الظروف الحد الأدنى من الظروف الملائمة باش ينجموا يخدموا أكيد أن الجودة متاع العمل متاعهم وجودة الخدمات المزدد للمواطنة تكون أحسن حتى شركة إسرائيلية تدرب في الأمنيين حتى الشركة نفي كدام كانت تحكم المسألة الحقيقة فيها تفاصيل لكن ما فمش شركة إسرائيلية تدرب في الأمنيين في تونس تفاصيل ربما يكون موش وقتها لكن الكلام اللي تقال أنا أقول لكم اللي هو مجانب للحقيقة تماما وفي خبر آخر تمكنت وحدات الحرس البحري باسفاقس من أحباط عملية هجرة سرية باتجاه إيطاليا وتم القبض على عدد أشخاص وحجز سيارة ومبلغ مالي يقدر بحوالي 17 ألف دينار تمكنت وحدات البحرية باسفاقس من أحباط عملية هجرة سرية باتجاه إيطاليا حيث تم القبض على عدد 9 أنفار تطراوح حمرهم بين 19 و49 سنة من بينهم منظم العملية ووسيد ومنهم عدد زوز مفتش عنهم وعدد أجنبي غيني الجنسية هذا وتمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بمعتمدية سيديعيش من ولاية قفصة من إحباط عملية تهريب 174 إطارا مططيا من الجزائر نحو تونس حيث تم نصب كمينا لشاحنتين محملتين بالإطارات لم يمتثل سائقاها لأمر بالتوقف وقد أصيب أحد الأعوان على مستوى الساق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة انتظمت اليوم بشرع الحبيب بورغيبة خيمة عرضت فيها الطوابع البريدية التي أصدرها البريد التونسي منذ الاستقلال بالإضافة إلى آخر إصداراته طابع طاهر بن عمار في إطار الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال نظم البريد التونسي بشارع الحبيب بورغيبة بالعاصمة خيمة عرض بها الطوابع البريدية التي أصدرها منذ الاستقلال بالإضافة إلى عرضه الطابع التكريمي للمناظر الطاهر بن عمار بحضور وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف والرئيس المدير العام للبريد التونسي البريد التونسي يعني كما عودنا يحتفل بكل المناسبات الوطنية وهو جزء من ذكرت تونس ويعني الطوابع البريدية تعتبر تخليد لتاريخ تونس وذكر عليه في مكتبه تكتبه على التاريخ من خلال قراءة التوابع البريدية البريد التونسي يقول أنه يسعى لإحياء الذكرت التاريخية من خلال إصدارته الموسمية ناول عملنا 14 إصدار وصلتنا هذه عنا 17 إصدار نقوم به والإصدارات هذه ثم لجنة راهي تعنى بالإصدارات هذه وهي ممثلة من قطع عمومي وممثلين الوزرات وممثلين الوزرات وممثلين خاص وزد مجتمع ودني ونحن اللجنة تجتمع مرتني في العام وتقرر ما إصدارات نقوم بهم مع ريزم صلت الضوء على مناظرين تونسيين من جديد وأتاح فرصة التعرف عليهم من قبل الأطفال اختتمت الليلة المنقضية فعالية تظاهرات اسفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 وذلك بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والعربية حيث تم تسليم مشعل التظاهر من اسفاقس التونسية إلى الأقصر المصرية بعد مرور تسعة أشهر مليئة بالفعالية الثقافية والفنية أزدل السطار الليلة الماضية على تظاهرات اسفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 بتسليم مشعل التظاهرة من مدينة اسفاقس التونسية إلى مدينة الأقصر المصرية في وصلات مليئة بالتقارب والتواصل بين تونس ومصر لابد اسفاقس أن تتواصل مع الزمن ومع المكان مع كل ما يمكن أن اعطيها إشعاع إن شاء الله متواصل لأن أعتقد أن لها مميزات العاصمة حقيقة لقادرة عاصمة الثقافية فم شروط لكي ترتقي المدينة أو العاصمة إلى رتبة عاصمة الثقافة العربية أنها تستذيف مجموعة من الأنشطة من مختلف الدول العربية لكن الجديد أنه فم مشروع متع التوأمة بين العواصم العربية والعواصم الأوروبية حاولنا في آخر مرحلة من التظاهرة أنه نستجيبه أكثر ونفهمه أكثر أنه جمهورنا يعني يحب التنوع يحب العم سهرة شهدت احتفالا فنيا بساحة باب الديوان وسط حضور مهم للجماهير أجواء مميزة عاشتها مدينة صفاقص بمشهد فلكلوري جميل تزينت به أسوار المدينة بالأضواء وأعلام الدول العربية الكلنا متجندين للحفلة لكنا فرحانين بالحفلة لكنا فرحانين بالاختتام فرحانين مش نغنيه قدام الشباب قدام أهالي صفاقص الكل حلوة برشة قوية بيع التنظيم سمح تظاهرة صفاقص عاصمة الثقافة العربية تنتهي ولن أكاد نذكر منها سوى مشهد تسلم والتسليم وسط تذمر كبير في صفوف أهالي الجهة وجملة من المشاريع المعطلة المخصصة للبنية التحتية الثقافية المبرمجي إنجازها خلال هذه التظاهرة أمر يطرح أكثر من سؤال عن مصير هذه المشاريع التي باتت حديث الشارع بصفاقص أفادت شركة الخطوط التونسية بأنه ستتم إعادة توجيه المسافرين برحلات الشركة من مطار باريس أورلي إلى مطار رغواسي شاردوغول وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له مطار أورلي صباح اليوم الذي قتل على إثره المهاجم على يد الشرطة الفرنسية أعلنت إدارة الطيران المدني الفرنسي تعليق جميع الرحلات وإخلاء أكثر من ثلاثة آلاف مسافر من مطار أورلي بعدما تمكنت الشرطة من قتل شخص حاول انتزاع سلاح لجندية في المطار أنصح الجميع بعدم التوجه إلى أورلي إلا في حالة الضرورة أو للتثبت من توقيت الرحلات الرحلات في مطار أورلي الغربي معلقة إلى حد هذه اللحظة ويمكن أن تستأنف في الساعات القادمة فيما يتعلق بمطار أورلي الجنوبي فإن الشرطة لا تزال تفتش المكان كنت غير بعيدا قبل أن أشاهد شخصا يحتجز جندية ويحاول انتزاع سلاحها وزير الداخلية الفرنسي قال إن منفذ الهجوم معروف لدى السلطات الأمنية والقضائية وكان في ساعة مبكرة من هذا الصباح قد فتح النار على دورية أمنية عند نقطة تفتيش بعدما استوقفته قبل أن يلوذ بالفرار وحسب المعلومات الأولية التي أفادت بها السلطات فإن منفذ الهجوم يدعى زياد بن بلجاسم فرنسي الجنسية يبلغ من العمر 39 عاما معروف لدى أجهزة الاستخبارات والشرطة ومتورط في قضايا سطو مسلح وتهريب للمخدرات نستطيع أن نتأكد الآن أن هويته معروفة من الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات وعلى الأجهزة المعنية الآن معرفة ما حدث بالفعل وأعطائنا المعلومات اللازمة يذكر أن السلطات الفرنسية قد أطلقت عملية سونتينال تقضي بتأمين الجيش للمراكز الحيوية في فرنسا بعد عملية شارلي إبدو والآن إلى جولة سريعة في الأخبار العالمية قالت وسائل أعلام رسمية أن مسلحين من المعارضة وعائلاتهم بدأوا يخرجون من آخر معقل لهم بمدينة حمس السورية بموجب اتفاق مع الحكومة تدعمه روسيا ويتوقع أن يكون أحد أكبر عمليات الإجلاء من هذا النوع أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن أربعين لاجئاً صومالياً على الأقل قتلوا قبل تساحل اليمن عندما هاجمت طائرة أباتشي سفينتهم وأفاد أحد أفراد خفر السواحل بأن اللاجئين الذين يحملون وثائق رسمية من المخوضية كانوا في طريقهم من اليمن إلى السودان تعهدت الولايات المتحدة والصين بالعمل معاً لمواجهة التهديدات التي ينطوي عليها برنامج كوريا الشمالية النووي فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أن الوضع وصل إلى مستوى خطير خلال زيارة يؤديها إلى الصين قتل 62 شخصاً على الأقل وأصيب 170 آخرون نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في البيرو وأشار الرئيس البيروفي بيدرو كوتشينسكي إلى تعرض 115 ألف منزل للتدمير بشكل كامل أو جسئي وانهيار 117 جسراً حيث وصفها بأنها الكارثة الأسوأ منذ عام 1998 حانا وقت أخبار الرياضة مع أيمن زروق مساء الخير أيمن مساء الخير غفران مساء الخير مشاهدين ومرحباً بكم في موجز الرياضة تعدل منذ قليل نادي الرياضي سفيقسي مع يونغ سبورت أكاديمي الكاميروني بهدف لمثله وذلك في مباراة إيابة دور السادس عشر من كأس الاتحاد الإفريقي ليضمن بذلك تآهله إلى دور القدم هدف النادي سفيقسي سجله يسين مريح وفي دور أبطال إفريقيا يواجه غداً تراجي الرياضي تونسي نادي حورية كوناكري الغني في إيابة دور السادس عشر من المسابقة وسينطلق لقاء مع الساعة الرابعة ظهراً بتوقيت تونس في ملعب 28 من سبتمبر بالعاصمة كوناكري وذلك بإدارة الحاكم الجنبي باكري جاساما ويذكر أن لقاء ذهب في رادس انتهى لصالح التراجي بنتجة ثلاثة أهداف لهدف واحد دائماً مع نفس المسابقة ومع الممثل ثاني للكرة تونسية نجم الرياضي الساحلي حيث يواجه هذا الأخير نادي تندل إفواري في إيابة نفس الدور وسينطلق اللقاء مع الرابعة ظهراً بتوقيت تونس وسيسعى النجم إلى المحافظة على أسبقية الذهاب بثلاثية نظيفة لضمن تأهله إلى دور المجموعات دارت عشية اليوم أولى مباراة الجولة الرابعة من مرحلة تفادي نزول من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم في ملعب يعلي زووي بالقيروان تمكنت شبيب القيروانية من الفوز على تراجي جرجيس بهدف دون مقابل لتنفرد مؤقتاً بالمركز الرابع هذا وتقام غداً بقية مباراة الجولة وفق البرنامج التالي إلى كرة اليد الآن حيث دارت عشية اليوم مباراة الجولة الحادية والعشرين من بطولة القسم الوطني آل كرة اليد وفيما يلي مشاهدين نتائج هذه الجولة وفي كرة السلة انتصر المنتخب الوطني تونسي لكرة السلة على نظيره الجزائري بنتيجة 87 مقابل 77 وذلك في ختام مشاركته في ذهاب الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم والتي ستحتضنها الكونجو برازافيل واذكروا أن المنتخب الوطني فاز أمس على المغرب بنتيجة 79 مقابل 67 بكرة السلة نصل مشاهدين إلى نهاية المجاز الرياضي عودة الآن معك غفران شكرا لك أيمن وبهذا تنتهي جولتنا الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوي تونس تحيي الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على متحف باردو ورئيس الجمهورية يلتقي عددا من السياح بالمواقع الأثرية بقرطاش المجلس الوطني لجمعية القضاة يقرر إذرابا عاما في القطاع بثلاثة أيام ويؤكد تصديه للمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء ومطار أورلي يتعرض لعملية إطلاق نار وإدارة الطيران المدني الفرنسي تخلي ثلاثة آلاف مسافر وتعلق جميع الرحلات شكرا على المتابعة والاهتمام في أمان الله اشتركوا في القناة